اشتركوا في القناة وقتنا في الجد على طول كان نجم كبير وتعلم تماما حجم جماهير النادي الاهلي وقوة جماهير النادي الاهلي شفت المنظر الاكثر من رائع النهاردة ازاي في المدرج والمسندة والدعم لقدموه لكابتن حسيم وكمل للعدي بص يا كابتن شادي طول عمرنا بنراهن على جماهير النادي الاهلي يعني على مدار الاجيال والتاريخ بتاعنا كله والتاريخ بتاع النادي الاهلي كله دايما جماهير النادي الاهلي على طول في ظهر النادي حتى لما بيبقى فيه إخفاق حتى لما بيبقى فيه توقيت أنت ممكن تخسر فيه دوري تخسر فيه دوري وكاس تخسر فيه بطولة أفريقيا لكن دايماً الرهان على جماهير النادي الأهلي النهاردة كان رهان كبير واحد من أقوى الاختبارات اللي بيتحط فيها الجماهير وبينجح يعني دايماً جمهور النادي الأهلي الحمد لله بينجح آه ساعات كان بيحصل لغبطة شوية خصوصاً بعد الثورة لكن أنت في توقيت صعب قوي داخل على انتخابات النادي الأهلي داخل على مباراة كبيرة جداً الناحية الأمنية لعودة الجماهير ثلاثة أربع ملفات يقولولك ربنا يستر يعني يقولولك الجماهير جاي النهاردة ممكن تهاجم الفرقة فيه أخطاء لبعض اللعيبة زعلانين شوية فيه انتخابات مين مع مين ومين ضد مين الناحية الأمنية العدد كل ده يعني أوهام واللي نجح جماهير النادي الأهلي واللي نجح النادي الأهلي وعمر المدرج ما يتنقله انتخابات عمر المدرج خلاننا نتكلم بصراحة بص كنا وما بيقبلوش اللي بيحب النادي الأهلي ما بيقبلش المدرج بقى فيه الكلام ده ده وانت بتحب فرقة الكورة ما ينفعش بقى فيها الكلام خلينا نقول ان يعني بعد الصورة كان فيه تخوف شوية انت عارف مرنا بفترات كتير كان فيها لغبطة انت فاكر 2012 اللي الكابتن حسام البدري نفسه خدها فاكر كان فيه مشكلة مع الجماهير واللعيبة بتتمرن وشريف إكرام يحط السلم وينط من فوق الصور كان حقيقة واللعيبة تدخل تركن بالعربيات حقيقة على صراحة اه كان فيه خلينا احنا مش احنا بنتكلم بكل صراحة كان فيه بعض الاوقات اللي فيها لغبطة اللغبطة في الفكر انت مع مين ضد مين وجماهير عادية والتراس وإدارة النادي واللعيبة والجاز الفني دلوقتي الحمد لله ماشاء الله يعني مصر كلها حتى ماشاء الله ماشية في التراك المزبوط اه بنمر بظروف اقتصادية صعبة لكن في الاخر كلنا ماشيين على الطريق المزبوط كابتن وليد شفت رسائل الجماهير النهاردة اه هكلمك في اللي أنا سمعت وعرضت في اول حلقة كنجم كرة كبيرة ويفهم معنى الكلام اللي اتقاد تلت رسائل المهمين افريقيا يا ابطال طبع شريف إكرامي شريف إكرامي كابتن حسام البدري في البداية في الاول طبع كمان بنتكلم على الهتفات المعينة روح الفني للحمراء واتنسوها بصوا الجماهير قدت تلت رسائل واضحين جدا إلعب بحماس تقريبا يعني حاجة زي كده فيما معناه ان عايزين ينقلوا للفريق مهم جدا ان انت تقدم قلبك يعني انت عارف احنا في النهايات بالذات وفي المواقف الصعبة ده يعتبر نهائي مبكر في المواقف الصعبة ما بيبقاش الكرة بس بيبقى لازم تطلع متخرشم ومتعور وحاطت فاكر حسام غالي لما حطت دماغه في الارض وكان الراجل هيدوس عليه باللستارز هي الروح الروح وانت جبت لقطة حلوة قوي لحمة فتحي حتى لو كان لعيب دولي وغلطانه انه يلعب القوي لكن هي الروح هي الروح فكرة ان انت تروح رادس تبقى لازم روحك اعلى من فريق الترجل ازاي بقى معرفش هو بيلعب في وسط جماهيره وفي ملعبه لو اقصى النادي الاهلي غالبا هيروح لانهاء البطولة وهيبقى هو المرشح الاقوى ازاي انت تطلع من كل الاجواء دي بانك روحك تبقى اعلى ده اللي بيقوله جماهير النادي الاهلي دي رسالة الرسالة التانية افريقيا يا اهلي خدوا بالكو احنا بعيد بقالنا فترة خدوا بالكو احنا في الرانكنج او في التقييم العالمي في كاس العالم للاندية احنا بعيدنا فعايزين نرجع تاني زي ما احنا اسياد افريقيا النادي الاهلي النادي الاهلي زعيم الدول العربية كلها وكل فرق العربية والافريقية في كاس العالم للاندية فلازم ان شاء الله يكون موجود دي رسالة تانية الرسالة التانية معلش معلش العب زي الوحش معلش معلش العب زي الوحش رسالة لشريف اكرامي ان كل الثقة فيك انت راجل وحش ابن وحش يا ما كسبت النادي الاهلي يا ما كسبت المنتخب مصر اي لعيف في العالم بفول أعظم لعيب في القرن أعظم حرس مرمى في المئة سنة بيغلط ولسه برشلونة معلم عليه في ثلاثة ما سمعت لكش يحس ساعات هو بيعمله كده وهو بيعمله كده خارجين من كل حاجة أساس ما بتخليش أتكلم ألم حاجة البطولات وفي ناس مستعد تتكلم وفي الأخير الأهلي بيخد كل حاجة صح ماشا كابتن وليد اتكلمنا في الرسالة من الجماهير لللعبين والجهاز الفني لأن هم المباراة هروح لإستيعاب اللعيبة من وجهة نظرك أخدوا الكلام ده كله إزاي طبيعا قل لنا بص في لعيبة واخدى الأمور بإستيعاب كامل لأنها لعيبة خبرة بتلعب على مدار السنين طويلة جداً مش عايزين بقى نعد شريف إكرامي حسام عشور عماد متعب نجيب في لعيبة كتير جداً يعني مش عايز أنسى حد ولد سليمان عبدالله السعيد مؤمن وفي لعيبة الله يكون فعونهم ما شافوش المواقف دي كتير لسه أحمد حمدي وكريم ندفد وعبدالله الشامي لسه جاي وليد أظهر 21 سنة جايه برضو لسه المواقف بالنسبة له جديد في لعيبة المواقف عليها جديد وممكن يعني بلغة الكرة كده تتهز نفسياً وتقول إيه ده ده الموضوع جامد قوي وربنا يسطر طب هيعمله فينا إيه لو خرجنا طب ممكن لعيبة صغيرة وفي لعيبة خلاص هي خبرتها عدة الكلام ده ميزة بقى النادي الأهلي إن اللعيب الكبير بينقل اللعيب الصغير إن ده نبض الشارع وده نبض جماهير النادي الأهلي وما تقلقش ده كل ده مسندة حتى لا قدر الله والأهلي خسر جماهير النادي الأهلي وفور النادي الأهلي على مدار الأجيال وعلى مدار العمر كله إيه المشكلة؟ ما ياما كسبنا بطولات إحنا أكتر فرقة في أفريقيا كسبانا بطولات وأكتر فرقة في أفريقيا رايحة لبطولة دوري أبطال أفريقيا واخداها وأكتر فرقة في أفريقيا رايحة كاسة العالم لاندي ما عندناش مشكلة لكن انت بتحس بإحساس الجماهير إن الجماهير دي دايماً لا تقبل إلا بالبطولة لكن في الآخر لو قدر الله لو ترجي كسب خلاص مبروك عليه والجماهير هتقف وتسندك وعايز أقولك حاجة هتيجي تاني يوم وهتيجي أول تمرين وهتأذر الفرق وهتشجع الفرق لأن عندك بطولات تانية عندك سوبر وعندك دوري وعندك كاس وعندك أفريقيا تانية بما أنك حامل لقب فهي الفكرة إن الجماهير دي بتديك روح وبتديك حماس لكن ما بتتخلاش عنك أبداً هذه النقطة مهمة عشان بس إيه ما نعودش نزايد على الجماهير ونقول إيه أصو الجماهير بتعمل كده فلازم نكسب لا مش لازم نكسب هي في الآخر هي رياضة وهي كورة وأنت بتلعب فرقة كبيرة وجماهير الأهلي هي اللي علمتنا على مدار التاريخ كله إن أنا بقى في جنبك علشان أنت تعمل اللي عليك مش عشان تكسب هي دي النقطة لما يلاقيك تعمل اللي عليك بتقاتل جوه الملعب والنتيجة بتاعترفك يا عم واحد بيلعب قوته وبيصحف نحن تفتح يعني أنت واحد تاني بيحط دماغه السترز لو جيه في دماغه غرز وعمر جمال غرز مش عارف مين قبل كده غرز ساعد سامير فيه لعيبة بتلعب لأندية وهي خايفة على نفسها بصراحة وفيه لعيبة ودي سمة النادي الأهلي بيلعب وهو حاطت روحه هو الجمهور عايز كده لكن في الآخر اغلط عادي واخسر الحياة تستمع لا وبعدين الرياضة وكورة القدم تحديدا انت عارف كابتن شادي وانت راجل كنت كابتن نادي الأهلي وعارف اللعيب حالة أنا مضمنش حالة اللعيب الفنية يوم المباراة احنا كلنا نتمنى ان الـ 14 العيب الـ 11 اللي يبتدوا والـ 3 اللي ينزلوا يكونوا في الطوب فورم بتاعه يكونوا في أعلى يوم زي ما انتم كنتوا في الصفاقس كده زي ما احنا كنا مع بعض في 2001 مباراة ساد عبد الحفيظ ومباراة سانداون والترجي نفسه يعني ترجي فراض الساد عبد الحفيظ جايب هدف التعادل واحنا كلنا متقلقين انا عاستغل وجودك عشان نحكي للناس تاريخه انت كابتن وليد نجم كبير والجماهير كانت في يوم الايام بتجبر اي مدرب اللي وليد صلاح الدين يلعب مباراة الترجي احقول بحاجة طبعا في جماهير ما بتحبش تسمع الكلام ده لكن هقول فنيا كان هم اعلى مننا بكتير الترجي كان اقوى مننا بكتير احنا كنا لسه بنبنتين التوكيد ده والذنة بالرجولة والجدعانة والروح قدرنا اللي احنا نرجع بانتصار وروحنا المباراة خد بالك انت لو تفتكر اللعيبة الكبار في الفرقة احنا كنا تلات اربعة يعني كنت انا ليه الشرف ان انا نكون كابتن الفرقة بس كان عندي ايه تلاتين سنة كلام ده سنة 2001 تلاتين سنة في الزب واللي ورايا هادي خشبة كابتن هادي خشبة طبعا تسعة وعشرين سنة واللي ورانا كابتن عصام الحضري تمانية وعشرين سنة يعني واللي بعدين ساد عبدالحفز كان فيه فرق ست سبع سنين والباقي بقى كنت انت ووقي الجمعة وبلال مجموعة لسه يعني في 2001 انت كان عندك كم سنة 2001 كان عندي اتنين وعشرين سنة طيب مصر يعني كل قوام الفرقة اتنين وعشرين تلاتة وعشرين عشرين كان ابراهيم سعيد صغير كان حسام غالي من اللي لعبه الطرفين في المباراة دي عارف مين؟ ابو المجد مصطفى هو اللي بتدى المباراة ولعب احمد ابو مصال ما انا بقولك انت ما كنتش زي ما انت بتقول ما كنتش الفريق الاخوى لكن كنت الفريق الاجدع بس هي دي النقطة انت مش شرط انك تكون احسن فريق في البطولة لكن شرط انك تكون ارجل فريق في البطولة او اجدع فريق في البطولة لانك بتمثل نادي كبير على فكرة هي الجماهير عايزة كده الجماهير لما بتقول للعيبة العب العب بحماس هم عايزين يحسوا ان ال 11 اللي نازلين 11 اسد بص نختلف او نتفق بقى على التاكتك انت لو فتحت التليفونات دلوقتي كل واحد هيقولك بقى ايه يعني مليون طريقة ناس هتقولك نلعب بطفندر واحد ونلعب اربعة واحد اربعة واحد واحد ثاني هيدخل يقولك لا اربعة واحد تلاتة اتنين ونلعب براسين حربة واحد ثاني يقولك لا صالح جمع لازم يبتدي واحد رابع يقولك لا صالح ويلعب جنبه عبدالله ويلعب جنبه هتقعد تلاقي واحد ثالث يدخل يقولك ايه لا نلعب بخمسة احنا مفروض نلعب بليبرو ايه المشكلة ونقامل نفسنا كويس ويلعب سعد ورامي ربيعة ووراهم نجيب هتسمع مليون فكرة الموضوع مش في التكتك والموضوع مش في الفنيات نتفق او نختلف الفنيات بتساعد لكن في الاخر لازم يكون فيه 11 اسد صح تروح انت رايح موقعة انت رايح جوه فرقة تقيلة جدا رايح تاخد البطاقة بطاقة التأهل وتقصيهم انت انت تاخد بطاقة التأهل وتقصي الترجي اللي هو المفروض انه من احد الفرقة المرشح على البطول كابتن وليد انت عافل لانا ذاكرتي قوية جدا معاك انت تحديد لما نتكلم في 2012 قبل مباراة الترجي هناك قبلها بيومين كنا مع بعض مصر كلك بتكلم على طريقة اللعب والاستوديوهات التحليكة بتكلم على طريقة اللعب قلتلي اتحداك فاكر افتكرت ولا لا فاكر فاكر قلتلي ايه لأ انا طلعت في برنامج وكنت معاك وقلتلك ان لأ قلتلك وجهة نظر انا ولا الكابتن حسام من البدر هيعمل ايه قلتلي الكابتن حسام هيلعب بكذا قلتلك هينزل على عكس المتوقع مع الناس كلها بتقولوا هينزل اضغط من قدال والكلام ده حصل بعيد عن احنا ندخل فنات الكابتن حسام خالص توقعك الصحة اللي انت محتاج تكسب واحد وتقول الصحة ايه مص شوف انا معرفش الكابتن حسام هيعمل ايه لكن انا اقولك انا اقولك وجهة نظر انا بما ان كل الناس بتقولوا وجهات نظرها وطبعا يعني ده حق متاح ومكفول للجميع انا شفت المباراة دي اللي احنا بنتفرج عليها ان النادي الاهلي لازم لازم يضغط على التراجي بطول الملعب من اول المباراة ويلعب حاجة اسمها اول ان اول او الكل في الكل ان انا خلاص متعدل هنا واحد واحد كان وليدي الهشري طلع احرز هدف التراجي وكننا احنا تعادلنا وصفر صفر تطلعك برا البطولة المسألة صعبة جدا فكنت لازم تهاجم بص الشكل عامل ازاي بتهاجم بستة وكان وجهة نظري الاستراتيجية اللي اخدها كابتن حسام انه لازم يضغط على التراجي ويلعب جيم مفتوح من الاول دي كانت وجهة نظر الحمدلله كابتن حسام يعني واحدة من احلى وفي تاريخ كابتن حسام نفسه يعني عمل تاريخ بصراحة المباراة دي فاجئ بيها افريقيا افريقيا كلها انا فاكر ان حسام غالي كان منوف زاماتش كان احسن لعيف في الملعب لدرجة ان كابتن طرق ادياب كان وزير الرياضة في تونس يعني ابدأ اعجابه بشكل كبير بحسام غالي كل الفرقة كانت متقلقة ومتوفقة بص الشكل عامل ازاي انت بتراف بص ملعبهم طول مباراة وبص بتهاجم بص الهجمة فيها كامل عيد ستة سبعة هتسألني على سيناريو السنادي او سيناريو النسخة دي او وجهة نظر انا في مباراة التراجي انا لازم العب اكثر شراسة ده الهدف طبعا الساد حمدي عدة وحطاها لجده وهنا جده هيعمل حاجة كويسة هيهدي اللعيبة يقولهم لسه بدري اوي مش ده الهدف اللي هينهي المباراة لا ده لسه بدري وبالفعل يعني ده حقيقي المباراة فيها سيناريوهات كتير اوي وجهة نظر انا ان النادي الايلي يلعب زي ملاعب كده ده يلعب اشرص من كده كمان فيه توقيتات معينة انت لازم تفك الحصار عن لعبة الاهل لازم بلغة الكرة كده يعني تخليهم ينطلقوا يجروا في كل حت يديهم حرية كاملة انه هما يعني يطلعوا كل الابداع اللي عندوه اه ممكن في مباراة معينة بص بص الشكل عامل ازاي والتراجي كانت ايه اه خمسة وسبب ثمانين في المية في المباراة بتاني واليد احنا في الربع الامامي عند التراجي خد بالك وعشان برضو نفاهم السادة المشاهدين التراجي كانت ايه كافرة جامدة يعني برضو عامل معاك هنا نتيجة واحد واحد فانت يعني هو نفس السيناريو الفكرة بس ان ساعات لعيبة النادي الاهلي انا بقول كده ليه يا كبشادي انا حسيت ان ساعات لعيبة النادي الاهلي لما بيتكتفوا لما بيتطلب منهم اداء واجبات دفاعية كتير اللعيبة نفسها في الملعب بتحس ان هي متكتفة فبالتالي بتغالي قوي في ناحية الدفاعية كلام ده حصل السنة دي اه حصل حصل فين؟ حصل في بيت فيست لعبت اربعة تلات تلاتة ولعبت بتلات دفندرات بس اللعيبة كان جاي لها احساس انها لازم تدافع فنزلت بالدافع زيادة عن اللزوم ما عجبتنيش المباراة او ما عجبتنيش النادي الاهلي ما كانش هو شكل النادي الاهلي اللي احنا متعودين عليه ده واحدة طبعا من احلى اهداف وليد سليمان يعني حاجة جميلة وفي نفس الملعب مباراة دي جنة ضربة جزاء اه واتريكا ضيعها وبركاته ابو تريكا نزل الشوت تاني وكان احتياطي بص عارف بلغة الكرة كده ايه اطلق اطلق العنان اطلق الابداع اقول للعيبة المباراة دي بتاعتكو بتاعتكو ووروني اضغط بطول الملعب احنا اثبتنا بالدليل القاطع المباراة اللي فاتت ان اللياقة البدنية للنادي الاهلي اعلى اعلى ليه اه ليها اسبابها طبعا انيس الشعلالي واحد من احسن مخطط الاحمال واضح في افريقيا كلها اكتر مباراة منهم مباراة مصري في الكاس كمان هما للامانة الترجي مجهد اكتر منك ترجي لعب اربع جولات في الدور التونسي كمان المجموعة بتاعتهم كانت اقوى مننا فبالتالي عملوا مجهود فيها اكتر شوية كمان البطولة العربية ووصولهم للنهائي والصفر كتير والمجهود اللي عملوه هما مجهدين اكتر منك وضحت جدا في اخر نص ساعة ان انت بتلعب وان سايد جيم فانا من وجهة نظري استغل حتة اللاقة البدنية وما دخلهمش في الجيم انا احساسي او خوفي من ايه ان انا ارد في نص ملعبي والعب جيم متوازن ده يخلي الترجي يجيلي ويبتدي يهاجم علي ويبتدي يستغل الضربات السابتة ويبتدي يصدر لي انا التوتر والقلق لقدر الله لو احرازه هدف هتبقى انت مطالب بانك تجيب جنين عشان ترجع للبطولة دي ضربة الجزاء بتاع الدومينيك وضربة الجزاء صحيحة مليون في المية النادي الاقل استغل السرعات الشوت التاني طبعا يعني وجهة نظري الاستراتيجية اللي ياخدها كابتن حسام البدري هي الهجوم والضغط على فريق الترجي والعب جيم مفتوح واعمل حسابي ان برضو الهدف بهدفين يعني فيه ناس كتير قوي بتقولك لا مفيش حاجة اسمها تلاتة تلاتة والسيناريو ده مستحيل لا انا بقولك مش مستحيل كابتن عجبني جملة انت قلتها ودي لازم توصل للعبة مهمة انت عاب في المباراة كده الكل بيدافع وبتخلي بالك على زميلك وبتناديله بسرعة والكل بيهاجم وتركيز طول المباراة المباراة دي محتاجة كده بص خد بالك يعني الامانة عشان برضو انا ما بشلش الضغوط من الكابتن حسام البدري ولا حاجة بس هي المباراة بصراحة بتاعت العيبة بصراحة هي مباراة العيبة اه التاكتك ليه دور كبير اه اختيار الاستراتيجية وتأسيمة المباراة وانت ازاي هتقسم المباراة بتاعتك ولو لقدر الله جي فيك جون ايه اللي انت محضره انك تضغط على فريق التراجي بتبديلات من برا ولا من جوه الملعب لو انت ربنا كلمك وجبت هدف تبقى عارف ان انت فاي لحظة لو استقبلت هدف انت برا البطولة فانت عايز برضو تجيب جنين بص كل الناحية الفنية موافقك فيها لكن في الاخر المباراة دي مباراة لعيبة زي بالزبط المباراة اللي احنا شايفينها قدامنا حسام بص قل لي واحد ما كانش متقلق وحسام عشور وحسام غالي وجده والسيد حمدي ووليد سليمان ووقي الجمع كل الفرقة وشريفه كل الفرقة كانت متقلقة فبالتالي في مباريات وفي مناسبات معينة انا هنا دور اللعيبة كبيرة وصغيرة في انه يفرض شخصيته جوه الملعب يفرض شخصيته على البطولة المباراة دي مبارات لعيبة مش مبارات حد تاني كابتن وليد المحذورات لو بندي نصيحة للعبين داخل الملعب اين الحاجات اللي تخلي بالك منها هقولك نصيحة بس عامة يعني مش للعيبة بس للعيبة والجهاز الفني لان انا برضه عندي انتقاد للجهاز الفني لازم يكون عندي ثبات فعالي اكتر من كده انا لو رحت ورا التحكيم لازم نعرف السيناريو اللي قبل كده الكورة اللي دخلت فينا بايد انرامو الهدف الشهير ايه اللي حصل لو تفتكر كله جريج هو الملعب وايه اللي حصل بعديها واقف وطرد عارف فديا كاب مين اللي اطرد بركات عارف فديا كاب فديا اتناشر انت لعبت عشر دقايق وسلمت له الراية اطلت له تفضل لازم اكمل المبارات طول المرة كمل حداشر مينفعش اللي انا انزع ده حيتأثر الفريق وهدفك بيتأخر شوية لو لعبت كم لعبت عشر اسمه ايه كابتن شادي السبات الانفعالي للعيبة بس لا للعيبة والجهاز الحكم حسب حاجة مش الجهاز كله يجري جوا الملعب او هيتطرد الكابتن حسام البدري هيتطرد ايه حد من الجهاز يبقى فيه مشكلة طب هي المشكلة ان المدرب يتطرد لا مشكلة ان انت بتصدر قلق وتوتر وتنشنة وعصبية للعيبة جوا الملعب فيبقى الجهاز الفني الجهاز الفني واللعيبة واللعيبة الكبار قبل اللعيبة الصغيرة لازم تنبه على على اللعيبة كلها الموضوع ده ان يا جماع المباراة تسعين دي ايه ده احنا مشهورين ببلس تسعين يعني انت ابدا اوعى تخرج برا التركيز بتاعي الترجي يجاب جون ويهي المشكلة؟ 8 مليون الف مباراة بترجع وبتتعدل وبتكسب في الثواني الاخير ما عندناش اي مشكلة خالص لكن المشكلة الحقيقية ان انا نلعب عشرة ضد 11 هيبقى عندي مشكلة هبقى بسلم الراج طبعا الضربات السابتة معروفة والناس كلها اكدت عليها يعني كل مصر اكدت عليها الضربات السابتة احنا انا قلت ونبهت في الستوديو التحليل هنا خدوا بالكم الضربات السابتة للترجي ايه اللي حصل الهدفين من ضربتين سبتتين فضربات السابتة السابتة الانفعالي ادي اثنين التالتة وبرضو كنت متخوف منها وبحط تخوفي تاني ضياع الفرص السهلة يا وليد وليد ازارو لما تروح للجون ركز بنسبة 150% لان الفرص دي ما بتجيش في مباراة كتير يا اجايه وانت رايح ركز يا احمد الشيخ احمد الشيخ لو سندها بشمالي وعملها بشمالي لا اسندها بشمالي وعملها بيميني كده هتروح في اي حتة في اي حتة جون ما الجون فاضي وليد ازارو كرة جاية على شمالك بس التسعة يارضة الجون كله فاضي كممكن زق كمان كما كدش معك حد هي دي بص فرص ماينفعش الضيع فبالتالي انت طول ما انت هتضيع فرص تأكد ان انت اكيد هتعاقب فادي تلات حاجات مهمة جدا ضربات السابتة السابتة الانفعالي تضيع الاهداف واخر حاجة النادي الاهلي بقاله فترة كل مباراة بيدخل فيها هداف فدي قلب الدفاع تحديدا ان شاء الله سعد ورامي يعني يكونوا موفقين او اللي هيلعب او نجيب اللي الكابتن حسام هيختاره ركزوا كويس اوي لان الفرقة بقالها فترة كل مباراة لازم يجي فيها هدف هدف او هدفين من ساعة البطولة العربية فعايزين نقف الحتة دي تمام الكابتن حسام من البدري في بداية الحلقة كان معنا اتكلم في نقاط منهم نقطين لحظة اتكلمت فيهم اول واحدة فيما معنا كلامه جملة احنا بنقولها هنا دايما يا كابتن وليد ان اتكلم على التشكيل واسماء ده بوقت مش مهم مين يلعب مش مهم الاهلي يكسب ده حقيق انا قلتلك المباراة دي مباراة لعيبة مش مباراة تاكتك ولا فنيات ولا نقسم المباراة كل ده مهم بس في الاخر هي مباراة لعيبة مباراة لعيبة من ناحيتين ناحية فنية حالتك يوم المباراة والناحية بقى النفسية انت دخل المباراة ازاي عصابك عامل ازاي ثبتك اللي انفعالي عامل ازاي تركيزك وهدوءك عدم انك تنسق وراء اي جماهير ما تتنشنش على الحاكم ما تروحش وراء الاعتراض وتفقد تركيزك خد بالك برضو نقطة مهمة جدا اللعيبة اللي قاعدة برا تركز لانها بنسبة كبيرة جدا بتفرق في سير المباراة انا عايز اللي قاعد برا مش قاعد بتفرج اللي قاعد برا بيقرأ ايه اللي بيحصل يعني صالح مهم جدا عماد متعب احمد الشيخ وليد ازارو لو ملعبش لو لعب يبقى جايح لو لعب مؤمن اي حد الناس اللي قاعدة برا قاعدة بتشوف سيناريو انا لو نزلت ايه اللي هيحصل ويبقى عامل زال مدرب انا مثلا هيجي فيها جون دلوقت يبقى انا عايز اعمل ايه يبقى انا اروح منين طب انا مثلا مؤمن نفترض مؤمن هيبتدي مثلا نفترض اللي هيلعب مكانه او اللي ممكن ياخد المكان ده اعرف الناس بتلعب ازاي الباكرايز ده ايهاب لنبارك ده بيعمل ايه قوي جدا لكن ما بيتقدمش كتير صغرى لما انزل اه 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 عندهم خليل شمان مثلا نحت الشمال عامل زال علي معلوم كده بيزيد كدير او لكن لكن تخطيته تخطيب بتاعته برافو عليك فانا اقدر زا الاتنين اللي في نص الملعب كوليبالي وفرانكوم اهم اتنين فرجاني ساسي لعيب كواس او لعيب حرين امسكه ازاي اروح بطيق مش سريع فانا لما اروح له اروح له انا كمان بسرعة لان هو مش هيرقصني بسرعته هو ما عندهش سرعة لكن هو لعيب كويس اقدر اتعامل مع كوليبال ازاي اقدر اتعامل مع غيلان الشعلال ازاي اقدر لو علي معلول طلع مين اللي يغطي عليه اخد بالك برضو دي من عيوب او بقالها كده فترة مش متزبطة في النادي الاهلي لما علي بيطلع او فتحي التخطية لازم ديفندر يميل شوية او سردباك او سردباك يعني انا لازم اكون انا في المكان ده سردباك امت عشان كويس اكابت النقاط دي مهمة احنا انا عجبني حاجة بس قبل ما اتكلم في الوقت لان اعجبني كلام حضرتك جد ان شوف حضرتك وانت بتتكلم انا لو ما ذاكرتش خد بالك ما انا لازم اذاكر يعني انا من دلوقتي لا قدر الله تحسب لهم ضربة جزاء خد بالك يا شريف اللي بيشوت او ياسين الخميسي وبيشوت على يمينك وهيتقل عليها او يروح هتطالك ما انا لازم اذاكر ما انا لو ما ذاكرتش انا بفرط في شغلي يعني النهاردة انا لو لعب منتصر الطلبي ده شاب عنده سبعة تسعة تشر سنة الرجل اللي جاب البنة عندوش خبر خالص وخبرته ضعيفة جدا غير علي المشاني يبقى انا مثلا لو لعبت كاجيه او وليد ازارو يبقى انا لعب عالراجل ده ازاي ما روحش لشمس الدين الزوادي اروح لمنتصر الطلبي لان ده هدبسه كتير هدبسه فاول هدبسه في انزار بحب ما عندوش خبرة مندافع بيه شفت عمل البنة ازاي انا لو ما ذاكرتش يبقى انا اصرت في شغلي وهكذا النقطة كاميل عايز الكلام كنا نتكلم فيها قبل ما نتناقش في الموضوع ده نقطة مهمة انا النهاردة قلت احمد فاتحي عشان يعمل وجب هجومي والاطراف دورها بيبقى مهمة في المباريات حرام اللي انا الباكرايت زي ما المنتخب بيلعب كده الباكرايت يروح ويرجع المشواركو هيتلاقي ربع ساعة ولا نص ساعة عشان فلازم الديفندر لو مش هيميل حدق قلت السردباك فالسردباك مفعش يبقى فاتح الملعب لازم يبقى دوم عشان لما يميل ما تبقاش فيه هجمة وللأمانة عندنا مشكلة من ساعة محجاز يمشي فكرة انت عارف انت راجل طبعا متخصص وعارف فكرة السردباك اللي بيلعب ناحية الشمال يعني لازم نفهم السادة المشاهدين ان هم مش اتنين سردباكين وقفين جنب بعض وخلاص لا في واحد امكانياته بيلعب سردباك ساعة بيعملها كواس اوي وبيغطي على احمد فتحي في شكل كواس اوي السردباك التاني اللي هنا لازم يميل مع الباكليفتي لما ياخد برافعلي الله يكون فعونه رامي هو رامي بيلعب يمين احسن برضو فحجازي كان بيلعب الحتة دي هو ونجيب لكن حجازي كان قافلها في شكل كواس اوي كان تلاقي اول ما معلول يطلع او حسين السيد او صبري هتلاقي حجازي قريب اوي وكان دايما عشان كورته كويسة بيطلع كورة كويسة انا عايز اقول حدك الحاجة وبأكد كلامك صح مقارنة برامي عشان الناس تبقى فهم ان رامي كان في اصابة واحجازي يلعب كتير اه طبعا فبتدى كل ما بتلعب مع زميلك اللي جنبك بتفهم هو بيطلع امتى بيزيد امتى من لعب المطشاط بيدي خبرة وبيدي تفهم زميلك مختلف لا وهو كمان رامي الله يكون فعونه انه هو كمان مغير مكانه هتقول لي او ما هو سردباك اقول لك لا ما هو سردباك هو بيلعب كان بيلعب جنب حجازي وراحوا الاثنين منتخب مصر واخد بالك اساسيين منتخب مصر كان مين حجازي ورامي رامي ده علي جابري دخل بعد لما رامي تعور لو تفتكر مع مستر كوبر فبالتالي رامي جمي الحتة اللي هنا اليمين وبقى بيلعب شمال دي عاملة مشكلة اه عاملة مشكلة كمان الكرات العالية عاملة مشكلة اه حجازي كان اعلى واحد في الملعب فبالتالي بيامنك وبيقودها من بعد كل دي حاجات احنا عايزيننا تلافاها ان شاء الله في مرشة اه برضو من ضمن الحاجات لان انا كابتن حسين وانا اش حضرتك فيها طبعا كان فيه اخطاء كارثية من الحاكم في المباراة الاولى نتكلم على ثلاث انفراضات ما فهمش اي حاجة لما تشوفهم بعض المباراة بنتكلم على ضرب الجزاء صحيح حرمك احيانا بتبقى موسيطر في حاكم بلغة الكرة انت بتبسك كوره وراح تضغط يروح اسيب لك فاولين تلاتة يعمل لك حالة من الهبوط جوه الفريق عشان السادة المشاهدين يبقوا فاهمين احنا بنقوله كابتن حسين هو معايا في بداية الحلقة الجملة مهمة سألته سؤال واضح كابتن حسين حالك عندك تخوف قال لي عايزة بقى امين معاك بعد اللي انا شوفت في المباراة الاولى اه عندي تخوف بص مهم جدا ان لعبت النادي الاهلي والجهاز ما يحطش دماغه في ان الحكم عنده تعمد ممكن يكون يضغط الحكم مش هيكون عنده تعمد الحكم بيلعب مباراة متشافة في كل انحاء العالم عايز اقولك مش في افريقيا بس الحكم محطوط عليه ثبت عالي جدا تشوف انت لسه بتقول ايه كورتين مفهمش تسلل خالص وراحين بانفرادات طب دي مسئولة مين مساعد الحكم هو الرجل اللي رافع رأيه ده بتاعت اجايه فرق خطوتين وحط رجله عالكورة وراح بانفراد لكن هي مش حكم هي مساعد حكم فانا اقصد اقول ايه ان الاخطاء لازم هتكون موجودة وليك وعليك بس الفكرة ما تحطش دماغك معاها انا حط دماغي مع الحاجة اللي ليه لما اروح بانفرادة جيبه لما يبقى عندي تخطيئة يعني الكورة بتتلعب من الكورنر على القريبة لازم الناس تبقى مسكة من الاول من الاول طب انا وهو بيحولها بدماغه ليه طاه ياسين الوحيد اللي اتحرك عشان عناق بصت للكورة مبصتش للراجل لازم يبقى عناية مع الراجل وعناية شايفة اللي هو ده اللي انا اشتغل عليه لكن انا في الاخر هقول ان مساعد الحكم ما حسب ليش تسلل والحكم ما حسب ليش انت كورك كده في العالم كله تهتعمل ايه يعني دي ملهاش اي حل مفيش اكتر من ايد انرامه ده ايد انرامه ده يعني لو اعمى ما شايفها يعني لو فقد البصر تماما احساسه عمره ما يجبها بدماغه لكن هو الحكم ما شايفه خلاص هنعمله ايه فانت ما تقدرش تطلع نفسك بره اجواء المباراة بسبب التحكيم وإلا هنخش في نفق مظلم برضو الاهلي اكبر بكتير جدا من انه يدخل في الجزئة دي الاهلي بيكسب حتى لو فيه ظلم التحكيم كابتن وليد صراحة الدين بالمعطيات اللي شفتها من الجماهير واللعيبة وطرقية اللعب اللي اللعب بيها في المباراة الاولى اقدر اسألك سؤال هو ممكن يكون تقليدي بس هم تعود منك على الصراحة متفائل بص يعني لا انا الان الان بس عايز اقول حاجة المباراة دي المباراة دي فضل الله حاجة واحدة بس يعني مسندة الجماهير رائعة مسندة الاعلام رائعة خد بالك مفيش حد بيتكلم غير في المباراة يعني شوف حتى وانت دخل على اجواء انتخابية ودخل على معارك ولجنة اولمبية كله عمل ستوب وكله وقف كل الكلام وبقى مع النادي الاهلي ضد الترجي ودي حاجة كويسة اوي وحاجة انا شخصيا بتساعدني وبرضو بتريح شوية فاضل حاجة واحدة بس اللعيبة تتخر هو ده الحاجة الوحيدة اللي انا خايف منها مسئولية ان اللعيبة تنزل خايفة او تنزل عاملة حسابات ان انا همشي المباراة بالراحة وهستنى وهصبر لا المباراة دينا عايز لا هنا مقى نحط في مربع كده المسئولية والفانيلة كله اتحرر ما تخافش ما تخافش هيتلعبوا هيتلعبوا التسعين دي اللي حصل يحصل اللي حصل يحصل فاكر احنا كنا بنقول ايه حصل انا ما هو ده بلى خلينا اقول مكان انا فاكر اما انت قلتني في الاول دول اللعيبة كبيرة كنا فراحين سانداونز وكان نص الفرقة صايمة احنا وصلنا المشوار ده كله وبنلعبنا خلينا نخلص من هنا وكان اجتماع اللعيبة كبيرة معنا كنا صغيرين كلنا نص التلاتة ربع الفريق واللي يحصل يحصل هنخاف هموت إلا هيحصل مباراة فمن هنا تشلت الدغوط اللعيبة كبيرة قالت كده والمدير الفني قال كده نزلنا متحررين خالص عمرنا ما هنقول الكلام ده لو احنا شكين واحد في المية ان الترجع يحصل احنا احسن بكتير يا كابشادي احنا احسن فرقة فافريق بجد وانا عارف لو احنا كده كده كنت اقول اه والله كنت اقول احنا احسن فرقة فافريق انت لو كل لعيب لعب مستواء اللي احنا عارفينه اقول لك العاجة هننكسرهم كورة ونديهم علقة كورة يعني انت بص كل العالم في 2012 قال لك خلاص الترجع وصل والترجع حتى في 2006 مستر مانو الجزيدة خللهم قط اللفس واللوم ايه واللوم انا هجى كسبك على فكرة انا كنت معاه ما انا عارف دخل القوضة جوه وراح للمدير الفني واللعيب عمالها تفرح وتتنطق عمل حاجة غريبة جت انا دخل معرفش انا مع نتيجة المباراة الواحد تاه فدخلت غلط لان في بعد المباراة بتطلع المؤتمر الصح دخلت لقيت الصفاكس فلقيت مستر مانو الجوه وعب قبلهم ايه انا جاي كسبك وهناك جري وورا جري انت عندك ايمان بقدراتك ولا لا لا احنا فعلا احسن فرقة في افريق لو عبدالله السعيد في مستوى ومؤمن زاكريا في مستوى واجايير في مستوى وواليد سليمان في مستوى ونص الملعب عشور والسلية وصالح في مستوى لا احنا انكسر دفاع وهجوم معلش يعني انت لما بجور انت بتلاعب الترجي وانت بتروح بانفراضات من نص الملعب انت لو جبت الهايلايتس كده بص بقى هنا في ملعبنا او في الترجي في 2012 او في الترجي في ملعبنا او في الصفاكسي في ملعبهم يا راجل ده انت مضيع فلافيون ضيع له 3-4 جوان وشيتوس ضيع وعماد متعب ضيع وابوتريكا ضيع يعني انت 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 راكب الناس كلها انت راكب افريقيا كلها بس هي الفكرة ان انت تتحرر انزل المباراة تأكد ان انت لو كورا لا انا اقوى منك بس هي الفكرة انك لو روحت خايف باصل هيجيبه فيها جون اصلي لو مش عارف ايه اصلي الجمهور اصلي الحكم اي مبررات سلبية نفسك لازم تخلق دوافع اللي انا احسن اغلط واكمل هكلمك في نقطة كمان فنية انا كنت بتناقش فيها حتى مع الجماهير وانا بتكلم في البداية في نقطة مهمة بشوفها سلبية جدا دي بقى السلبية الحقيقية لما حكم مثلا عمال يعمل كرارات عكسية فين التلاتة الكبار مع كابتل فرقة يحط ايده ورادار ويتكلم معاه انا اعجب صح صح لك انا كابتل فرقة اللي بكلمك ويشاور له وما ينفعش الامور كمان كابتل فرقة جوه الملعب لازم صوته يبقى عالي ملاقي فيه هبوط يجمع الفرقة في كورة مشتركة ويقعد يتكلم زي معنا كابتل فرقة لازم لعبة النادي الاهلي هم بيتميزوا بحاجة كورتهم كورتهم حلو قوي كورتهم عالية جدا لكن دايما صوتهم هادي انت تحس ان حتى كمان الا اداءهم عالي يعني عبدالله السعيد ده واحد من احسن صناع اللعب في مصر وفي افريقيا وطبعا فارق جدا مع منتخب مصر ولما بيكون في حالته مع النادي الاهلي يحط لك فولات يحط لك يعمل لك جن بص عامل الهدف لعبدالله السعيد ازاي في اغاندا لا يعني حاجة عالي قوي لكن ساكت على طول اول مرة شوفه الماتش اللي فات بتاع الجيش اول مرة شوفه عبدالله السعيد يضرب السبرينت بعد السبرينت يعترض على الحاجة لكن ساكت مؤمن ساكت حسام عشور ساكت السولية ساكت خد بالك دي بتفرق لازم يكون فيه اتفاق زي ما انت بتقول كده ثلاثة اربعة يبقى عندهم برضو ايه شخصية القائد اللي بتكلم اللي بتكلم لازم خد بالك شريف ساكت خد بالك دي برضو حاجات بتفرق السوت يبقى عالي نسمعه كلنا وتبقى قائد يعني ايه حتى لو انت ما عندكش او ما بتعرفش جرب ومرن نفسك يعني انا اتمنى من حسام عشور انه هو يصرخ ويعلي صوته ويزع ويتخانق يرجع وليد عبدالله مش عارف ايه اخدنا بطولة كده اه ادي رسائل للناس كلها وزي ما انت بتقول الحكم لما انا حس انه هو ميل بس تبقى معمولة فاكر احنا كنا بنعمله ازاي بالاتفاق هادي انا هروح انا الاول واستنان انت شوية وبعدية بخطوطين وبعدين مرة واحدة نقول يلا يا جماعة خمسة ستة عشان نحسس ان الحكم ان احنا مستلبين ان كمان في حاجة اوفر ان في ان انت ارص علينا اوي ما في حكم كده في حكم لو لقاك ان انت لا ما بتتكلمش واخد بالك 3 اربع كرة دلوقتي لان المستويات قريبة كلها حاجات تقديرية للحكم انا زاقة يحسبها اي ما احسبهاش يحسبه اي ما احسبه كلها تقديرية فانا لو عايز اركب فرقة على فرقة اهركبها لكن في الاخر برضو مش ده مربط الفرص انت بتكلم في حاجات طبعا تفاصيل التفاصيل وكويسة وهيلا لكن في الاخر حالة جوه الملعب ايه اللي يعني وده انا متفق محددك من اول ما بتدان الحوارك كابتن اللي انا كمان عايز اقوله في بعض اللقطات عشان عايز اسمع محاضراتك 3 رسائل رسالة لجماهير النادي الاهلي رسالة للكابتن حسام البدري رسالة ليه اللاعبين بس برضو عشان ناكد على الجمه اللي احنا قلناها اتمنى اللاعبات وبقى سمعنا لانه في الاول في اخر احنا هيمنى مصلحاته من من اللي حاولنا البطولة وبنديهم نصايح سنين طويلة جده لما جاب الهدف كان بيعمل كده ايه عشان تعرفت كم لسه في لافيو لما في بداية المباراة ممسا كنت معرض ان بقى رحمل يعمل كده اتقوعة تتوتر عشان تبقى تركيزك فيك مية في المية رسالة لجماهير النادي الاهلي بصوا زي ما انتم عوديننا النادي الاهلي انتم بتأذروا النادي الاهلي في كل الاحوال رسالتي في الحالة السلبية لا قدر الله لا قدر الله لو النادي الاهلي خسر المباراة احنا عندنا بطولات كتير جدا وعندنا بطولة دوري شغالة وعندنا بطولة كاس وعندنا سوبر مهم جدا زي ما انتم عودتونا طول عمركو مؤذرة في كل الاحوال انا دايما بحب يعني بحب حاجة اسمها رد الجميل اللي هي فكرة ايه ان انت ما تبقاش معايا على الحلوة بس انت الراجل اللي بتقول على الحلوة وعالمرة فشيلوا الضغوط من على اللعيبة انتوا عايزين ايه عايزين حداشر راجل يبتدوا المباراة ويموتوا نفسه خلال ده هيحصل تأكدوا ده هيحصل وكل الناس بتقول لعيبة النادي الاهلي رجالة وهيروحوا يموتوا نفسه لكن في الاخر انا كمان طالب منك ايه انك تبقى على الحلوة وعالمرة نقدر الله لو في حاجة دايما ترفع راسك ودايما انت بتمثل نادي كبير وجمهور الاهلي جمهور كبير ويتحمل اكيد مسؤوليات مهم جدا ان احنا يعني ما نفرهش فينا حد مهم جدا ان جمهير النادي الاهلي دايما تبقى وراء النادي لك كابتن حسام البدري يعني انت اداء وقدود ربنا يكرمك ان شاء الله وتبقى في حالتك وفي يوم عالي بالنسبة لك وان شاء الله ربنا يكرمك في اختيار استراتيجية وتاكتك وطريقة وتأسيم مباراة وربنا يكرمك وتعدي ان شاء الله بإذن الله والاهلي يستحق الاهلي احسن فرقة في افريقيا يستحق الاهلي انه يكسب بطولة افريقيا لعب النادي الاهلي لا تخافوش مفيش حاجة بتحصل خالص كل حاجة في الدنيا بتنتهي ما تخافوش مفيش حد يعملكو اي حاجة يعني انت ادخل للمباراة واكنك عام خلاص خسرتها مفيش حد كل الناس واقفة جمهك شيل كل الضغوط من عليك والعب بقى لانك انت احسن بكتير فما تخافش اتمنى لعب النادي الاهلي اتمنى انها ما تخافش ان كافتن وليد صلاح الدين يستمتع بقى قرائه الفنية ونصيحه للعب النادي الاهلي الكافتين وقVEN عليك انا استفدت بقراه ومحضرتك كان استفدت بقراه واحد من ابناء النادي الاهلي ثلاث رسال سريعة وهنختم على طول الرسالة الأولى في حلقة النهاردة جماهير الأهلي انتوا تاج على الرؤوس تحية كبيرة ليكم على احترامكم ووفقكم وطول الوقت بتدونا درس كل مرة وهي دي الحقيقة الرسالة التانية اللعبيل زي ما قال الكابتن وليد وجهاز الفني الكتالج والملعب اعمل اللي عليك النتيجة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى الرسالة التالتة الكمبلة الأخيرة كانت النهاردة وزي القنابل في الحلقات اللي فاتت كان اللواء سامح مباشر وهو بيقول على اللاحة الاسترشدية مشاركناش فيها مفيش اجتماعات كل الأمور الكرسية وهكذا تدار كرة القدم اكيد كمان هاختم زي كل يوم المجد كل المجد لشهداء النادي الأهلي وتصبحها الألف خير والكرة للجماهير